طيب فترة الأخيرة وفي خلال الأيام الأخيرة احنا شايفين لقاءات عديدة على مستويات عدة في الدولة المصرية مع مستويات عدة من الدولة السودانية كلمنا مبارح مع حضرتكو ان في زيارة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى السودان لمقابلة رئيس أركان حرب القوات المسلحة السودانية لقاءات أيضا على مستويات مختلفة وكان مبارح آخر لقاء ما بين وزير الخارجية المصري ووزيرة الخارجية السودانية وكمان والأهم لقاء سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية دولة السودان طبعا تفاصيل كتير جدا خاصة بالتعاون الثنائمة بين البلدين والأهموم المشتركة والقضايا الأفريقية وكل ده كلام مهم جدا 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 لكن في كذا رسالة خرجت من رئاسة الجمهورية في البيانات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسامر أطي ورسائل واضحة وصريحة ومباشرة وكل لبيب بالإشارة يفهمه الرئيس أكد أن أمن واستقرار دولة السودان وحدودها بالتأكيد جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر واضح كمان خلال اللقاء تم بحث قضية سد النهضة بصلا نحن عارفين أن في جانب الأيثيوبي في تعنط واضح بناء على ما صرح به السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري بشأن تعنط الجانب الأيثيوبي في المرحلة القادمة لمرحلة الملء الثاني لسد النهضة رئيس قال أن موقف مصر سيكون ثابت وهو دائما ثابت وهو حتمية التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد بحيث أن ما يكونش فيه ضرر على الحقوق المائية لمصر والسودان لمصر والسودان على خط واحد ودي النقطة الأهم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد على النهجر استراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية وذلك ترسيخا للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي واد النيل كما طالب سيادته بنقل تحياته إلى شقيقه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني كما أعرب السيد الرئيس عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه وذلك انطلاقا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر كما أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق خاصة في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري فضلا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والمعاونة على مواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد من جانبها أعربت الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين مثمنة الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة ومعربة عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحا كبيرا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد بما يرعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهم المائية وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لاستراتيجية تطوير مصانع وشركات الإنتاج الحربي وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي خاصة في ظل دورها المهم في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة الوطنية وكذلك تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة على مستوى الجمهورية فضلا عن الدور الأساسي في إنتاج وتطوير المعدات العسكرية كما وجه السيد الرئيس بالانفتاح وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات العريقة سعيا نحو امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في مصر وفتح المجال أمام آفاق جديدة في الصناعة تستند إلى القدرة على الابتكار والتطوير من جانبه استعرض المهندس محمد مرسي مؤشرات النشاط الإنتاجي لوزارة الإنتاج الحربي وملامح الرؤية الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة القادمة لتطوير المصانع والشركات التابعة لها والتي تهدف إلى التطوير الشامل للأصول الخاصة بالوزارة من المعدات والقوى البشرية ومنظومات الجودة والتدريب والتسويق لإنتاج معدات عسكرية ومدنية أكثر تطوراً وأسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية وتعظيم المشاركة في خطط التنمية الشاملة للدولة والمشروعات القومية خاصة فيما يتعلق بتطوير قرى الريف المصري بالإضافة إلى إنتاج العدادات الذكية الخاصة بمختلف الخدمات كالكهرباء والغاز الطبيعي والمياه وكذا تصنيع أوتوبيسات النقل الجماعي الكهربائي ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة كالألواح الشمسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر